انت قلت فكرة انه الوقت حتى على المستوى الدولي الاخوان بيبيعوا بعضه بيبيعوا حلفاءهم انت مش شايف انه الاخوان كمان باعوا حلفاءهم في ربعة يعني ضحوا بحلفاءهم في ربعة ده اللي حصل وكنت لسه بوجه الخطاب لأحمل عبد العزيز اللي هو كان في غفلة من الزمن أصبح مستشاراً للرئيس الجمهورية على تويتر لانه هو بنته توفاها الله في الأحداث عليها رحمة الله في عندنا مشكلتين مشكلة المظلومية لجماعة الإخوان المسلمين وليس في الداعيها وأنهم يخلقون دائماً هولوكوست خاص بهم لكي يقنعوا الآخرين بمظلوميتهم في مشكلة كبيرة جداً عندهم ان هم يزجوا بالبنات والبنات على رأسنا من فوقهم نقولش فيهم أي حاجة خالص ولكن لا تضع امرأة أو فتاة في المواجهة ده من الخصة والندالة ما عندوش أزمة ان هو يحط لك كدير بشري يعني خاصة وندالة ان هو يحط فتيات بريئات صغيرات السن في المواجهة دي أول مشكلة تاني مشكلة ان كل قيادات ربعة كانت عارفة معادل فض ووجه إليهم أو سامعوا أن هناك توقيت محدد للفض وفتحت الدولة المصرية المعابر الآمنة لخروجهم ومع ذلك أصرروا أن يتركوا الشباب يواجه ويحمل الأسلحة ويقذف القوات ويتعامل معها فيلقى بعضهم حتفه أو يتم أسر بعضهم فخلينا نكلم من الناحية المظلومية القانونية لو بصينا لحجم أحكام الإعدام وأحكام السجن الذي صدرت بحق أعداد من قيادات وأبناء طيار الإخوان المسلمين لرفعنا القبعة إلى القضاء المصري لأنه قضاء عادل لم يعاملهم بنفس نظرتهم إلى المجتمع المصري هم يحقدون على المصريين ويريدون الانتقام من المصريين يعني الإخوان المسلمين وأتبعيها وأزنابها يريدون أن يعاقبوا الشعب المصري على 30 جنيا ومع ذلك هذه الأحكام تقول أنه هو التعامل تم التعامل معهم بشكل قانوني بشكل قانوني أحكام مبررة قانونيا ولم يستخدم فيها القضاء العنف تجاه الجماعة ولم يصدر حكمه ضد بريء لأن لو وكبنا نفس الإحصائيات الموجودة لأحداث العنف التي جرت لو وجدنا مئات الشهداء لو وجدنا مئات القنابل لو وجدنا مئات الحرائق لو وجدنا مئات حالات الاعتداء على المواطن المصري الآمن اعتداء على دور العبادة المصرية سواء مسجد أو كنيسة طيب أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالقصص؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قال العين بالعين والسن بالسن؟ والجروح أقصص؟ صحيح فإذا أحكام القضاء المصري المظلومية السياسية أيضا سيدي الفاضل